السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتعلم في هذا الفيديو درس أساسي من أساسيات اللغة الإنجليزية لماذا؟ لأن نستخدم كثيرا في حياتنا اليومية إن كان في عمل، كان في دراسة أو في وقت معين لذلك من المهم معرفة أيام الأسبوع كتابة ولفظا وكيف أستخدمهم في حياتي اليومية سنتعلم في هذا الفيديو كيف ألفظ أيام الأسبوع كيف أكتبهم بحيث لا أخطأ في الكتابة وما هي اختصارات أيام الأسبوع وما هو حرف الجر الذي يأتي مع أيام الأسبوع ونأخذ بعض الأسئلة والأجوبة المتعلقة بأيام الأسبوع إذن days of the week كما نعلم day يوم day لا نقول day 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 يمكننا نلفظ a مع e حرفين صوتين مع بعض day لاحظ نبدأ a a a day 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 days 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 أيام طبعا الاس نلفظها بالمكان هذا days إذن كم نقلنا day إذن a بعدا كسر day day days of the week إذن أيام الأسبوع day يوم week أسبوع كما نعلم لدينا سبع أيام في الأسبوع على حسب كل دولة متى الإجازات بيكون عندها في دول السبت والجمعة في دول الخميس الجمعة في دول السبت والأحد وهكذا سنبدأ من يوم الاثنين كل كلمة مؤلفة من مقطعين صوتيين ومنتهية day يعني سهل علي المهمة لكي أحفظ أيام الأسبوع إذن كلها منتهية بday ملاحظين day إذن خلصنا من كلمة day هذا قسم الثاني سهل day 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 ضل عدنا القسم الأول أول ملاحظة يجب أن أنتبع عليها أيام الأسبوع كل كلمة تقسم إلى قسمين إذن قسمنا في المنتصف كل كلمة تقسم إلى قسمين القسم الثاني day ضل عدنا بس أحفظ القسم الأول أول يوم بأيام الأسبوع من day من day لا أقول من day نحن نشوف O يعني من day من 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 day من day من day إذن الاثنين أو الكلمة الثانية من أيام الأسبوع لها لفظين ممكن نلفظها Tuesday Tuesday أو ممكن نلفظها Tuesday Tuesday أو إذن ممكن أن نقول Tuesday أو Tuesday لدينا الأس ألفظها زا لا أقول توس س زا كما أقول اللفظين الأثنين صحيحة يما تقول Tuesday أو Tuesday بدون الكسر هذه Tuesday أو Tuesday إذن Tuesday الثلاثان الكلمة الأخرى Wednesday لاحظ كلمة مختلفة تماما عن شكلها بالكتابة لا نقول الودن الدي حرف سايلنت سايلنت حرف صامت لا ينطق Wednesday باشرة Wednesday Wednesday إذن الاس أيضا نفظها زا إذن الدي سايلنت حرف صامت Wednesday إذن يوم الأربعاء الاربعاء Wednesday لاحظ عندما نحفظ W-A-D with ونحفظ N-E-S وعدنا day Wednesday Thursday لاحظ أيضا الاس ننفظها زا Thursday Thursday عندنا حرف ت واله ثا TH-TH الاس زا Thursday Thursday إذن يوم الخميس كلمة بعدها Friday Friday لاحظوا قسم الأول Friday بعدين day يوم الجمعة Saturday Saturday ممكن ننفظ T أو يلفظون T Saturday 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 إذن لفظا صحيحا Saturday or تقلب T إلى D بيعدنا حرفين صوتيين T يلفظ D Saturday Saturday إذن لاحظ T D Saturday Saturday يوم السبت يوم السبت عدنا Sunday Sunday سن day يعني كلمة سن شمس عدنا D Sunday يوم الأحد إذن من لاحظ من عد ما أكتبها به الشكل هذا حفظها من day توز لحظ توز day وينز لحظ وينز day عدنا دولو 이라고 ن سن سان دي سن دي سن دي سن ايضا اغلب الاحيان نشوفها بشكل مختصر ناخذ بس القسم الاول من لاحظ من اختصرها نضع بعدها نقطة بس هاي اختصار من نشوفها بل روزنامة بأي مكان اذا من يقصد بها من دي اختصرونها من دي بعدين عدنا توز دي تختصر توز دي بهالشكل هذا ايضا وينز دي ياخذون اول ثلاث حروف وينز دي الدية ما ينطق او ما يلفظ لكن وينز دي نلفظها الكلمة بعدها ثيرز دي ايضا تختصر ناخذ بشكل اول خمس حروف ايضا تيوز دي اول اربع حروف باقي الكلمات فقط اول ثلاث حروف فقط يومين من ايام الاسبوع توز دي اول اربع حروف تختصر ونضع بعدها نقطة ايضا ثيرز دي اول خمس حروف نضع بعدها نقطة لذلك الباقي سهل بس اول ثلاث حروف نضع بعدها نقطة تصبح بشكل مختصر اللاحظ فراي دي اللاحظ سات تردي اذا سادر دي اذا يوم السبت ايضا اول ثلاث حروف بدأ عدنا سن دي اذا اللاحظ كما قلنا تيوز دي ثيرز دي ناخذ اربع حروف خمس حروف الباقي بس ناخذ اول ثلاث حروف اذا من دي تيوز دي ونس دي ثيرز دي فراي دي سادر دي سن دي الملاحظة الاخرى المهمة دائما ايام الاسبوع يكون اول حرف كابيتل لتر حرف كبير لا نكتب حرف صغير اينما وجدت ايام الاسبوع تكون حرف كبير اذا من دي لا نكتب من دي بهالشكل هذا تيوز دي ايضا ما نكتب تي سمول لتر ثيرز دي لا نكتب تي سمول لتر فراي دي لا نكتب هالشكل هذا فراي دي اذا دائما ايام الاسبوع بيكون اول حرف كابيتل لتر حرف كبير نحفظ هذين الكلمتين before after before قبل after بعد ممكن استخدم هذه الاسئلة which days do we meet يعني اي الايام نتقابل which days which يعني اي days اي الايام we meet نحذف do نبدأ من عند we meet we meet on fridays اذا نتقابل ايام الجمعة دائما ما ننسى قبل ايام الاسبوع نستخدم on on fridays on sundays on mondays اذا حرف اتجار قبل ايام الاسبوع on دائما لنستخدم in منشوف احد ايام الاسبوع بشرة نستخدم on on fridays ماذا يعني on fridays يعني every friday اذا كل جمعة اذا عندنا saturdays يعني كل سبت يعني every saturday كل سبت what day is today يعني ما هو اليوم what day is today ممكن نجاوب today is sunday اليوم هو يوم الاحد او نقول it's sunday انه يوم الاحد ممكن نستخدم it هي اختصار لي it is ونذكر اليوم او مباشرة today is sunday اذا نحفظ الاسئلة هذه which days what day is today ايضا what day is tomorrow ما هو يوم اغدن what day is tomorrow it's نذكر اليوم it's sunday it's monday وهكذا what day is tomorrow ما هو يوم اغدن what day was yesterday ماذا كان يوم امس what day was yesterday اذا امس اول بارحة نستخدم was الاجابة نقول it was هنا it اختصار لي it is لانا استخدمنا is نجاوب is استخدمنا was نجاوب بwas what day was yesterday it was نذكر اليوم what is the first day of the week ما هو اول يوم بالاسبوع first day اول يوم نريد ان نقول ثاني يوم second day اليوم الثاني third day اليوم الثالث البعض فقط نضيف th fourth day fifth day we will meet friday a week سوف ننتقابل بعد اسبوع بعد الجمعة القادم هي نفس الجملة we will meet نفسها a week after next friday اسبوع بعد الجمعة القادم اذا نفسها friday a week يعني a week after next friday he started the game last sunday بدأ اللعبة الاحد الماضي اذا نستخدم last last sunday الاحد الماضي last monday الاثنين الماضي وهكذا are you free on fridays هل انت متفرق ايام الجمعة fridays كما قلنا الاس يعني every friday saturdays every saturday sundays every sunday وهكذا he works sundays to thursdays يعمل من الاحد الى الخميس يعني كل احد الى الخميس sundays to thursdays بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن ايام الاسبوع كيف الفضها كيف اكتبها كيف اختصرها وبعض الاسئلة متعلقة بايام الاسبوع اتمنى قدمت شيء للفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته